أنت الوحيد في العالم الذي تتحدث عن أغنية كاظم الساهر لا تحتاج على حكمي وتقول هي ضد الانتفاضة الشعبانية بأي دليل؟ يعني أولاً وقتها جاءت مع عودة الكهرباء مباشرة بعد الانتفاضة الشيء الثاني لا يوجد إنسان بالكون كله يخاطب حبيبتي يا جاهل وقليلاً بحقك القسوة وقليلاً لما تسوى ويذهب وخذ لك راجدية وفضها على المدى بغنى غنية ما هذا هو إسطوب كاظم الساهران منهجة بالغناء نا يعني هو جاء بشيء جديد وليس منهجة وبالعكس هو حاول ويمسرحون الحادثة أنه على أساس اختلافه عزيز الرسام وتركه فكتبها على عزيز الرسام وعزيز الرسام كتبها عزيز بس بالإسم وغنى معنى المفروض نسأل الشاعر ومن شاعرها لا تحتاج على حقوقي هو يقول أنا كتبته هو كتبه اي وهو لا يكتب لا هو يكتب قصائد يعني بعض أغنياته يكتبها يا أخي إذا كان كيم العلاقة لا يجيد الوزر هو يكتب اه بس هذا الدليل مو كاف يا دكتور لا لا يكتب لا يكتب عوف لا يكتب يعني الأغنية عاطفية بين حبيب وحبيبتي لا تحتاج على حكمي لا تحتاج يا جاهل حكمي 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 وبعدك ما شفت الظلمي يعني أنتوني حققت الإبادة اي كمل كمل الرمزيات اللي بي بعدني ياكم الساهل اي قليلة بحقك القسوة قليلة لللي ما تسوى اي ضل اسمعني للآخر ضل اسمعني يا ماكر متحملك وصابر ما بيه الكفاية أهس انت جاء تحكي مكانا اي 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 هي القصيدة مفروغة منها والأضرب منها هد تكسر هد تكسر شنو النوب دمر يلعب على أعصابي اي 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 هذا فيلم هندي يا بشر شغيرك بيالغة نحاشيك شوف نحاشيك اي يا خيبتي بيك اي هاي على اليمن على المنتفضين على المنتفضين أيضا نعم أنت تتحمل هذا التأويل أتحمله